مهما تعطيك الحياة حتى وإن كان مؤلمة كن قويا وتصرف وكأن كل شيء على ما يرام وتذكر الجدران القوية قد تهتز ولكنها لا تسقط أبدا بعض البشر أرواحهم نادرة جعلوا من حياتهم كلها رحلة ضوء يضيقون لمن حولهم أحيانا بفكرة وأحيانا بجملة عابرة وأحيانا بابتسامة مساءكم ابتسامة ابتسامة وتفاؤل ورضا من الله مساء الخير أعزاء المشاهدين أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج بيت المصريين النهاردة حلقة مختلفة ومميزة النهاردة بيت المصريين زي ما حضراتكم عارفين لكل المصريين ده شعرنا دايما وعشان كده معانا النهاردة نداء إنساني لبينا نداء إنساني لمواطن عايز يتكلم عن مشكلته في البرنامج ويطلع في البرنامج يشوف المشكلة بتاعته والحل يتكلم عن موضوعه وطبعا كان معانا اتنين من المجتمع الميداني يسعدني ويشرفني اليوم أن يكون في ضيافتي الكابتن أسامة سعفان لاعب نادي الشرقية سابقا أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم الأستاذ محمد سروة عمر مساعد أمين لجنة الإعلام في حزب مستقبل وطن أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمد ومنصق اللجنة الإعلامية لمنظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان والمواطن اللي لبينا النداء بتاعه الأستاذ سيد نعمان أهلا وسهلا بيك اسمحوا لحضراتكم نبدأ بنتكلم مع السيد نعمان ونشوف النهاردة هو ايه مشكلته وعايز يقول ايه وعايز يوصل ايه ايه الرسالة اللي عايز يوصلها اه اتفضل يا سيد عرفنا وعرف السادة المشاهدين بمشكلتك وايه المطلوب مننا كمجتمع مدني وكمسؤولين كل أفراد المجتمع اتفضل أنا دلوقتي كنت بالزبط مريض بالسلطان تمام مريض كان سرعا لي صوتك فجوم من دلوقتي يعني الواحد لما عايز يفرح في كل حاجة مريض بالسلطان لازم يفرح على طول تمام فمش لازم تجبر بخاطر الواحد على طول مش تخليه اللي انت تزعله عشان دي حاجة بتوبة في حاجة وحاجة شينة طيب انت دلوقتي من امتى جالك المرض تاريخ المرض هو المرض جالي بجاله سبع سنين بس لسه مكتشفه في 22-22 من سنة يعني اه تمام طيب انت عندك كم سنة حاليا سبعتاشر سبعتاشر سنة تمام تمام طيب لسه مكتشفه طيب وإيه اللي عرفك انه هو من فترة من سبع سنين هو لما روح لما كنت بغزمة واحد صاحبي في المدرسة كسر مناخيري وقطع الشريان وكده اه فعملت اربع عمليات حماء والله زار لا زار براسه اه فعملت اربع عمليات كوي في مناخيري تمام برضو مناخيري مش مبطلة لها تجيب دم وكده نزيف اه في يوم الدكتور قال لي تاخد تعمل اشاع ديك في الزأزيق عشان ما يكشف الحالة بالضبط انت عندك ايه بالضبط تمام قلت له تمام في يوم روحت زأزيق عملت تحليب الزبط ب7000 جنيه اعملت تحليب من صدري فلما الدكتور حال له كده اكتشف المرض فقال لي ما كنتش اعرف اصلا عندي ايه بالضبط يعني لسهاتي ما كنت عندك ايه بالضبط يعني لسهاتي ما كنت عندك ما اعرفش حاجة هو ناد على بابايا وقال له ابنة كان دو واحدين تلاتة بابايا مش ردي يقول لي خالص عشان اني مش كنت ازعل يعني ايه خب عليك في الاب خب عليك خالص اه روحت البيت لقيت الناس ومش عارف ايه وكل ما واحد يجي لي يضحك لي انت هقربوني يعيش فيك وانت ومش عارف ايه وكده فلما روحت المستشفى وقريت اللي عليها عرفت على طول انا عند المرض ده تمام بالضبط المرض بالضبط بتتعالج من 22 اتنين بالضبط لحيتي العالم ولسه قدامي 100 جرع يعني كان لي 120 جرع على 120 اسبوع يعني خدت 20 اتبقى 100 بالضبط وان شاء الله بروح كل سبت اخذ كل سبت جرع تمام طيب دلوقتي انت يعني ايه الهدف ان انت عاوز تطلع في البرنامج عاوز تعرف ايه يعني او ايه مطالبك المطالب اللي كل هي حاجة واحدة بس عايز بس اللي هم وفرور العربية والمصاريف اللي بصرفها ايه كلها بتاعت العلاج عشان لو فيه دم وكده الدم مثلا لو عايزين دم يعني حالا بروح نشتنيه بره بألف جنيه وبعدي دي في الكهارة لو عايزين نستنى عشان مستشفى تديني الدم الحداءة باستنى مثلا 6 ساعات سبع ساعات عبالما بتطلع للدم تمام فدي مشكلة انا عايز بس عربية ويتوفر لي كل احتياجاتي تمام حد يسنبك ويتولاك او يصعبك يعني تمام طيب كابتن اسامة بالنسبة في حاليا مبادرات حضرتك معمولة ايه دور المبادرات المجتمع المدني بسم الله الرحمن الرحيم اولا انا سعيد ان انا في البرنامج المبادرات بتاعة المجتمع المدني في الحسانية بالذات كتيرة قوي تمام واسعة للغاية لكن غير مستغلة في الوضع المزبوط بمعنى يعني انا عندي وحدة اسنان بمستشفى سماكين الشارع اللي هو وحدة صحة الاسرة ده حد معين جهز الوحدة من الف للياء ومتكفل بكل ما هو يخص الاسنان من رجال اعمال مثلا من رجال اعمال تمام حشو تنظيف كل ما هو يخص الاسنان موجود في وحدة اسنان سماكين الشارع الاجهزة يعني الاجهزة بالكامل غير مفعلة تماما انا بالنفسي اللي بجيب شهري المعدات الابر البنجي الحاجات دي كلها يعني تجابت وتحطت اه مفيش استغلاحة اه مفيش استغلاحة وطبعا انا بناشد للدكتور خالد عامر رئيس اسم الاسنان في الزأزيق او في الشرقية طب في شكوى من المواطنين طبعا كل طبعا في تقصير اه من الاطباء من الوحدات الصحية اللي بان بروح يقلع الدرس ماشي تمام يحشي لا مفيش ادوات الحاجات البسيطة اه مفيش ادوات تمام ماشي برضو المجتمع المدني ام برضو بدور كبير في مستشفى الحسنية المركزي اللي هو غير ادمي بالمرة من سنة ونص او سنتين برضو احد رجال الاعمال اللي خصينا برضو تبرع بوحدة كاملة للعياج الطبيعي ملمومة ومحطوطة في المخازر ده طبعا سر هو مش سر ابناء الحسنية لازم يعرفهم فيه وحدة علاج طبيعي تم تخزينها في المخازر تمانها بالشيء الفلاني مش عايزين نقول كام ومين اللي عملها مفيش مبادرة برضو الدكتور عمر عبدو معاها الحاج شكر المزين والمجموعة بتاعته والحاج دولة العساوي المجموعة اللي ماشية في المبادرات جاهزوا وحدة عزل بمستشفى الحسنية بتكلفتها على المجتمع المدني بالكامل سرير واكسوجين والكلام ده كله برضو غير مفعالة تماما والناس بتقعد على الباب ما بتدخلش بيقولوا فيه واسطة انا مش عايز اظلم اللي بدخل بالواسطة اللي بدخل بموت ما فيش حتى دخل المستشفى الحسنية إلا ما مات طبعا برضو التربية والتعليم قامت برضو بمبادرة المستشفى من برضو من سبع تامن شهور في أزمة كورونا دي وتبرعوا اللي هو التربية والتعليم بقيادة مدير الإدارة الرجل المحترم أستاذ عبدالعظيم مصطفى وعمل مبادرة من التربية والتعليم كمساعدة من التربية والتعليم للصح برضو بمبلغ مالي وفي مجموعة من الكويت برضو في بلدنا احنا تبرعوا للمستشفى من خمسة أيام بخمسة وسبعين ألف جنيه أو سبعين ألف جنيه برضو عشان مشكلة اللوكسوجين واللي حصل بالفترة اللي بدأت الدين طبعا البجتمع المدني بيقوم بحاجات كتيرة ولكن ما فيش تفعيل دوره مثلا من المختصصين لا ما فيش يعني احنا بنعمل الحاجة المفروض تفاعل وحدة أسنان لابد يكون فيها رقابة لازم الناس اللي رايح المستشفى ده راجل غلباء واحدة سماكين الشرق مش واسق يعني كان عندي دكتور اسمه الدكتور مصطفى رئيس الإدارة الصحية خلص على الوحدات الصحية في الحسانية بالكامل طب من وجهة نظر حضرتك مين هم المسؤولين المسؤول على الصحة الدكتور يشان مسعود طيب حضرتك ليه يعني ما تقومش بدور ان احنا نقول مثلا نطالب طب احنا بنطالب ولو تتخيلي ان في حوالي برضو معرفش العدد كام عشان مظلمشي حوالي عشر دكاترة في المستشفيات اللي في الحسانية على نفقة الناس اللي هو المجتمع المدني يعني ما فيش تلكية للدقات أو لا 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 ما فيش كل المجتمع المدني بيدفع في المستشفى الحسانية وما بنعرفش ما فيش حاجة ظهرة والمستشفى الوحيد اللي على مستوى الجمهورية اللي كل الناس عمالة تخبط فيه يعني ما فيش ابو كبير هيهية فقوس ده كله زي نفس المحافظة ما فيش حد بخبط ولا بيجيب أسرار داخل المستشفى الحسانية إلا مستشفى الحسانية بس طيب أستاذ محمد المبادرات اللي بتقدموها في ظل الظروف اللي تمر بيها البلاد حاليا حاليا إننا بنقدر نقدمه مثلا نمصابين كورونا بنقدر مثلا كمجتمع مدني كمجتمع مدني أنا هتكلم كمجتمع مدني بما إن حضرتك عدو من أعضاء المجتمع المدني نمرة اتنين حرد على الكابتن أسامة في موضوع المستشفى بس ما رد على حضرتك في السؤال اللي بنقدر نقدمه طب أنا عارف أسرة فيها شخص أو اتنين مصابين بكورونا طب إذا فيه شخص أصاب في هذه المنزل فبقيت الأسرة بتعزن نفسها لمدة 14 يوم بتتوجهوا إلى الأسرة دي نحن بنقدر نحن نتوجه للأسرة بوجبات التغذية نقدر نحن نقدرهم المسكات الكحل بنحاول إن نحن نحاسس الناس دي إن فيه حد سندهم تمام يعني عاملين فريق عاملين فريق وعملين دعوة إن نس عارفة إن فيه مجموعة بتواصل معهم من الشباب الكويس الشباب يعني فيه الجامل العمال بتدعمنا وبرضو الكابتن وسامة بيدعمنا تدعيم جامد فالحمد لله بنقدر أنا والشباب كل واحد يعني اللي ربنا بقدرنا عليه بنقدر إن احنا نعمله للأسرة المساعدة لما بنقدر فيه حالات بتتواصلوا معهم تمام بنقدر إن احنا نتواصل معهم حتى لو إحنا مش عارفناهم هم بقدروا يتواصلوا معنا من خلال صفحتنا شباب الخير على الفيسبوك هدفنا إسعاد الغير بتوفروا الكمامات الإجراءات الاحترازية كلها مثلا تمام العلاج والآل كل من يحتاجوا المريض تمام وكل من تحتاجوا أسرة المريض فبنقدر نوفره له لإن أنا مش عارف الأسرة دي اللي رب المنزل أصاب فأهل الأسرة دي فيها لها دخل تاني تمام إن هي تعيش منه عما صاحب المنزل يخرج بالسلامة وربنا عايش في مصر كلها بإذن الله عايش في كل المريض فبنقدر إن احنا نتواصل مين بيدعمكم؟ بدعمنا مين بدعمنا دي إحنا بدعمنا مجموعة من رجال الأعمال يعني مش بشكل مباشر يعني مش على طول مستمرين بس بنقدر نميل عليهم برضو بساعدوا معنا كشباب بقى بنقدر إن احنا مع بعض يعني أنا على قد ما قدر بطلع من جيبي صاحبي كل المجموعة بنقدر ندعم بقى طيب إيه المبادرات التانية مبادرات التانية بنقدر مثلا في عندنا داخل الشتاء بنقدر إن احنا نوفر لهم بطاطين للناس المحتاجين في منازل طبعا اللي هي الطينة والناس اللي هي غير مقدرة على بنين ملابس تمام بنقدر إن احنا نوفر لهم مشامة على قدنا عشان مش نقول إحنا بنصب بالزبط عشان نقول بنصب يعني برضو بتقدروا تلمهم الموضوع بنقدر نلم الموضوع نقدر نعمل معرض ملابس في أولويات يعني للي كون محتاجات الأسرة للي ماحتاج أكثر تمام نرجع للسيد نقول يا سيد مين اللي وقف جنبك في مرضك أو في محنتك من وقت ما اكتشفت أول ما اكتشفت من أول ما جاء المرض بالزبط اللي هو بجنبي أول واحد بوايا اللي ما سابنيش خالص اللي لو حد تاني مش هيعمل زي اللي هو بعمله خالص تمام وفيه أستاذ اسمه الكابت الناصر من الكهرة ده هو بخلينا أعس حاجة خالص تمام بعمل اللي لازم كله في المستشفى يعني مثلا عبار ما بخلص كشفه وكده بخلص على الساعة 4 أو 5 لا هو بخلينا مش الضهر جاء الساعة 10 بخلص لي الورق بسرعة بعمل كل حاجة ده هوت ربنا يا حمي يا رب ويجعله دايما في فال خير يا رب طيب حالتك وصلت لغاية فين النهاردة كرأي الطب الأطباء الطبيب دلوقتي بقولي الحالة بتتحسن ولا لك جاب الحمد لله اللي اللي لك بقبل اللي أنا باخد كماءة والحمد لله يعني ماشي بتحسن والحمد لله تمام ورب نيش في كل مريض يا رب يا رب إن شاء الله رب نيش فيك وعفيك طيب ايه طلباتك يعني غير انت عايز حد دلوقتي مساعدة تمام كنحية طبية فيه تقصير معاك لا لا يعني دلوقتي الحمد لله كرأي الطبية ماشي كويس في العلاج تمام بس عايز مساندة ومساعدة تمام طيب بالنسبة لبنك الدم حضرتك اللي بتقومه وبإنشاؤه المجتمع المدني ايه دوركم فيه دورنا في المجتمع المدني ان احنا كشباب دخلت علينا أزمة كورونا تمام اصبح عندنا احنا عندنا فيه نسبة كبيرة اه لا يكل عن 500 حالي مريض سنة سيمية ان هم أطفال 500 طفل لا يكل عن ذلك اه ايجا بنك الدم افتقر مفيش دم خلاص الدم من قطع على أطفال دول والأطفال دول لازم كل شهر ياخدوا اه طبعا توصلت معايا زميلة عزيزة لها استاذة الرهام الحاوي قالت لها محمد عايزين احنا نقدر نعمل حاجة اسمها مبادرة بنك الدم طبعا الرهام هي اللي سعت من البداية الحاجة عملنا المنير حاجة دولة العسوي برضو جهود زيتية من المجتمع المدني داخل المستشفى الحسنية قلت لها طب ايه الفكرة طب ممكن نعملها ازاي برضو انا اول مرة كنت امر بالظروف دي او اعرف الحاجة دي قالت لها محمد اللي حنقدر نعمله ان احنا نلم الشباب ويجي يتبرعه بالدم اه لأطفال السنة سيمية قلت لها تمام قدرت ان انا نزلت على صفحتها على الفيسبوك وهي نزلت قدرنا ان احنا لم البنات فيه بنات يعني بنات ايجت اتبرعت وقدرنا لم الشباب يبقى قدرنا ان احنا في اول يوم وفرنا 250 كيس دم داخل بنك الدم لقينا في استجابة حلو من المواطنين ومن الشباب والبنات مع رغم ان كان اول ما مستشفى الحسنية دي تحولت عز خلاص الكل يخاف في بداية كورونا لا انا مش داخل المستشفى لا انا لاجت في استجابة من المواطنين وقتها اتلعت انا وقلت مصري لسه بخير يعني مصري دايما لسه بخير والله دايما فهي خير كابتن اسامة ما هو دور المجتمع المدني بمؤسسات الدولة يعمل لها ايه في مؤسسات الدولة والله المجتمع المدني دايما واقف جنب جنب مع مؤسسات الدولة تمام يعني زيما قلت لحضرتك في السابق المجتمع المدني عمل ايه للمستشفى الحسنية وعمل إيه للوحدات الصحية وعمل إيه برضو لزاوي الهمم اللي هو زاوي الاحتاجات الخاصة كيف تم المبادرة بتاعت زاوي الهمم؟ المبادرة دي طبعا الرئيس عبدالله السيسي كانت من أولوياته زاوي الهمم طبعا حضرتك متابعة الكلام ده كله طبعا المبادرة دي خاصة جدا بوزارة القوى العاملة وبما أن وزارة القوى العاملة المنوطة بالكلام ده صدرت المبادرة عن طريقها فاستغلناها أحسن استغلال النهاردة احنا جمعنا عن طريق كل الناس في مراكز الحسنية الأربعة خمسمائة ملف الحمد لله تلتمية وعشرة تم تعيينهم وأخدوا فيزايته في ناس لسه هتاخد الفيزا بتاعتها ويوم الخميس مبادرة توظيف يقبضوا في البيت يتأمن عليه ويقبض 1,000 جنيه 600 جنيه 800 جنيه حسب قوة الشركة فادي المبادرة دي كانت فكرة السيد الرئيس بعكس الأول أن كان فيه بيشتغلوا موجودين في المؤسسات العمل أنا كنت في الكويت كان فيه هناك حاجة اسمها العملة الوطنية يعني كل الشركة فيها عشر عمال يتحط عليهم واحد نسبة زي زول همم فطبعا إحنا ساعينا ومحمد سروط بصراحة دوره إحنا نجمع وتاعه نبعاته الراجل يجيب مكربسات والناس بتروح والناس هتقول يعني إحنا برضه هنعمل مبادرة لكل ما هو هيتعين بعد كده وبإذن الله هنطلب من الوزير محمد سعفان نجتمع بيهم ويكرمهم هو هيسلم لهم العقود إن شاء الله بإذن الله طب المبادرات التوظيف دي تزول همم بس؟ ولا فيه توظيف؟ لا فيه توظيف الشباب داخلتك عارف طبع في نسبة كبيرة بتعمل حضرتك في كل محافظة برنامج توظيفي يعني آخر برنامج توظيفي كان من عشرين يوم في بورس عيد وكانوا طالبين حوالي سبع تلاف المتقدم حوالي ألفين أو ألفين وخمسمية وقبل كده كان في الغرداء اللي هو البحر الأحمر والحاجات دي أن كلها بتتعامل على القطاع الخاص ومرتبات مش وحشة بس التعقدات مستمرة يعني ما فيه النهاردة بيخافوا من التعقدات وفيه سفر على القوة العاملة على فكرة وفيه مبادرات يعني عندي أنا في الشرقية نزل مبادرة الحياة الكريمة اللي السيد الرئيس طبعا عملها واللجنة وصلت البلد عندي تكملت الطريق تكملت الصرف الصحي إحلاله تجديد الكهرباء مشروع الغاز كل ده إن شاء الله في الحياة كريمة للمبادرة اللي عملها الشهيد الرئيس طيب إيه هي أهم الصعوبات اللي بتواجهكم بقى كمجتمع مدني وإنتوا بتقوموا بدوركم إيه الصعوبات بتاعتكم السادة المعنيين يعني النهاردة في الوحدة المحلية مثلا اللي تابع ليها اللي تابع للمركز الحسيني أي وحدة محلية النهاردة عشان تيجي تعملي طريق تمسحيه ولا تيسريه تعود فترة لما الجليدر يوصل وهي الجليدر يوصل نفقت الجليدر على نفقة الناس أو المواطن أو المجتمع المدني عشان نمسح طريق ننظف جبانة نعمل أعمدة كهرباء نصلح كل ده على نفقة المجتمع المدني هي فعلا الوزارة التنمية المحلية فقيرة بس مش للدرجة دي يعني النهاردة ما بنيجي بنطلب يعني طلب أن احنا نصلح للكشفات بتاعت المدافن بتاعتنا احنا بنتكفل بكل شيء هم ببعتوا لمعدة بس ما وفي خلال المتاح ماشي وإحنا برضو موفقين وإحنا بندعم الدولة بكل ما قطينا من قوة تمام ايه المطالبكم دلوقتي بتطلبوا بايه أستاذ محمد كمجتمع مدني كمجتمع مدني بطلب أفراد والمسؤولين انا كمجتمع مدني الاول أطالب المسؤولين قبل ما طالب المواطنين تمام المسؤولين نفس المسؤولين يتعاونوا معنا كمجلس مدينة كإدارة صحية توجيه رسالة أنا بوجه رسالة النهاردة الدكتور مصطفى السيد مدير إدارة الوحدات الصحية في الحسنية الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بستغيس للدكتورة هلا زيد وزارة الصحة احنا عندنا المستشفيات معدومة مش هي دي المستشفيات اللي تستقبل حاجة تانية السيد رئيس مجلس المدينة المهندس سامي التحاوي يريد يستجابوا لدعوتنا أنا دخلت كذا حاجة يعني أنا لما بطلب منهم الجليدر لتصليح طريق مع رغم أن أنا بجيب الجاز على حسابي اللي بشغل المعدة ممكن أقعد أسبوع أسبوعين لما يتوصلني الحاجة وممكن ما توصلنيش كذلك الأمر في المستشفى دكتورة ودي حاجة لازم أتكلم فيها ضروري معلش أنا أستاذا حضرتك أنا من ثلاثة أيام كلمني واحد مواطن على التليفون بخصصي أنا كعضو مجتمع مدني قال لي أنا عايز عربية إسعاف أنا عمي بموت في مستشفى الحسنية وعايزين ومحولينه من مستشفى الحسنية العام لمستشفى فقوس العام طيب فين الدكتورة اللي عندك قال لي أنا ما عنديش هنا غير دكتور اسم أحمد قطب بقول لازم يطلب عربية إسعاف عنده نزيف في المخ طيب اتوجه وحدة الإسعاف وحدة الإسعاف تقول له لا مش هنطلع إلا ما تجيب دكتور مرافق معاك في عربية الإسعاف طيب أنا ما عنديش في المستشفى الحسنية غير دكتور واحد موجود لحد الكلام ده كان الساعة تسعة ونص الصب تمام ومعي إثبات بذلك معي فيديو هو كان مصوره الداخل المستشفى بذلك وتعد عليه أمن المستشفى أثناء تصوير الفيديو طيب خطبت أنا مدرية الإسعاف اتصلت على الإسعاف على الطهور قال لك هنبلغ المستشفى بلغه المستشفى جيت ببلغ قلت له اطلع عندي الإسعاف وكلمني قلت له عندي واحدة الإسعاف وكلمني قال له يا فندم لو المريض توفى هنا هنقدر نتحرق غير بدكتور مرافق طيب أنا إزاي أنا عندي مستشفى عام وبتحولني من مستشفى عام لمستشفى عام ومريضة عنده نظيف في المخ يعني بيني وبين فاوس أربعين كيلو المريضة اللي عنده نظيف في المخ ده مات نالك كان مات فأنا بقى ناشد المسؤولين استجيبوا لينا واحنا كمجتمع مدني حنعمل اللي يرضيكم ويرضي ربنا والله يعني احنا احنا هنا في مصر واحنا كمجتمع مدني يعني شباب عندنا طاقة ونفسنا نطلع تاكتنا دي في حاجة حلوة للبلد واحنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك ان شاء الله للمسؤولين في سرعة الاستجابة للمجتمع المدني سيد تحب تشكر مين النهاية انا حب اشكر احمد صاحب احمد اسامة احمد اسامة دي اجدع شخصية شفتها في حياتي اولا احمد بروح مثلا احمد بساعدني ماشي يعني مش بيتكلم على المساعدة منه بيتكلم لو ماشي عندما بوجد موحمه كده بخليني مبسوط ومش محتاجة اي حاجة بفرحوني دايما وربنا يخله لك وربنا يعفيك ويشفيك يا سيد شرفتونا ونورتونا النهاردة سعيدنا بيكم حافظ على حسناتك اكثر من انفاسك فانفاسك راحلة وحسناتك باقية والموفق السعيد هو الذي اذا توقفت انفاسه لا تتوقف حسناته لا تتوقف حسناته مسافر انت والاثار باقية فاترك وراءك ما تحيي به اصرك الى هنا اعزاء المشاهدين نكون قد وصلنا الى نهاية حلقة اليوم من برنامج بيت المصريين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة